أفكر في أزمة العمل مستقبلاً حيث سيصبح الأمر صعباً كما سنشهد فراغاً من قبل كبار السن نجلس في المنزل وأترك مسافة بيني وبين الآخرين ومنذ ثلاثة أسابيع أعمل من المنزل وهكذا تسير الأمور وأنا كذلك أعمل من المنزل ثلاثة أيام في الأسبوع وفي الوقت الحالي كل شيء متوفر نحن نأخذ احتياطياتنا ولا يوجد كثير من المتسوقين عم نتعامل معه مثلما الكل عم بيتعاملوا معه ما عد فيه خلطة يعني العشرة الاجتماعية الأهل الأصدقاء ما عد فينا يعني كل واحد ببيته كل واحد بشغله أنا في الخارج لأحرك جسمي قليلاً يجب أن نكون حذرين من الجميع لست أفكر في نفسي بل في كبار السن الحكومة تعمل ما عليها أنا خائف كثيراً وأفكر دائماً في الأيام المقبلة وما سيحل بالاقتصاد ولكن الصحة قبل كل شيء أنا لست بخير في الوضع الحالي والكثير من الأخبار تأتي من هنا ومن هناك ولكن ما هي الحقيقة فيما يتعلق بفيروس كورونا كل شيء أسود وأبيض من المؤسف تقييد الحركة في السويد نحن نتبع تعليمات الحكومة وأنا أتوجه كل يوم إلى عملي كعادتي الحكومة تبذل أقصى الجهود وأنا مقتنعة نوعاً ما شكراً شكراً